تنفيذنا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح سيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بتقديم كافة سبل الدعم للأشقاء السودانيين وصلت إلى مدينة بورسودان بدولة السودان سفينة الإمداد أبو سنبل الثانية التابعة للقوات البحرية المصرية محمل عليها أكثر من 200 طن من المساعدات الإغاثية مواد إغاثية وإعاشية ومستلزمات طبية وأدوية مقدمة من القوات المسلحة المصرية ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الصحة والسكان وجمعية الهلال الأحمر وذلك لدفعها إلى المناطق الأكثر احتياجا بدولة سودان الشقيقة والذي يعاني الولاية الشمالية فيه من أضرار السيول يأتي هذا انطلاقا من الدور المصري الفاعل تجاه الأشقاء وتقديم الدعم وتضامن لهم في مختلف المحن والأزمات ترجمة نانسي قنقر